يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيفا عشرين سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وصور جيمور مع كل يوم بمقطع جديد من سلسلة نمط المهنة مع نادي لستر سيتي الحلقة الثانية من هاي السلسلة فبالتاني بالبداية دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين شكرا جزيلا على الدعم بالحلقة الأخيرة ما اتوقعت أبدا أنه نوصل هيك أرقام خلونا نحاول نوصل مرة ثانية عشرين الفلايك بما أنه الناس متحمسة للسلسلة وشان نحنا أنا كمان اتحمس كتير ونزلكوا إن شاء الله حلقات أكتر وأكتر فطبعا البيديو اجي عليه خمسة علاف وثلاثمائة تعليق لا إله إلا الله يعني أكيد ما قرأتهم كلهم لكن بعض الاقتراحات البارزة هي اللي راح طبعها طبعا ايلي الو رودريغو ار دابليو سانت ماكسيم واستي هالند بالنسبة للثلاثة هدول المفروض انه متعاقدين انديتم معن حديثا يعني أول موسم إله مع النادي لأنه جابوا دورت مونت هلند سانت ماكسيم أول موسم إله ورودريغو أول موسم إله فتقريبا ما بقدر أني يتعقد معن لكن رح حاول أني يتأكد شوفوا ما بتقدر لازم أنك يدفع الشرطة الجزائية ومفاوضات مع النادي غير موجودة وطبعا أنا ليش قلت هذا التعليق لأنه في كتير تعليقات من نوعية مشابهة يعني اللعبين بأنديتون آه هذا أول موسم لإله فبالطبيعي أني ما بقدر أني يتعقد معن فهي النقطة يا ريت أنه حاولوا تركزوا عليها شوي بالفترة الجيل لأنه جاني بصراحة كتير اقتراحات للعيبة بموسمهم الأولى مع عنديتون فرح رأي لكم اقتراحات جدا ممتازة أنا شايفة من وجهة نظري أوكي هاي المحصلة بعد ما أريدت كتير من التعليقات وقابلة للزيادة في حال ضل معنى ميزانية تمام جبت أبرز الاقتراحات لأجدني من التعليقات لأنه ما شاء الله التعليقات كانت جدا كتير وشكرا لإلكون يعني فيه ناس مو بس أنك كاتب مثلا مقترحت لي لعبين لا وكاتبت لي تعليقات حلوة هيك كاتبين لي أنه نزل حلقة ثانية أو متابعة من دولة معينة أو أن نستمر بالسلسلة أو هيك فشكرا جزيلا لإلكون على الكلام الحلو وبعض اللاعبين مظاهر الريتنج تابعون والبعض الآخر لا فطبعا لا فونت ما قدرنا أنه نتعاقد معه في هذا رادو أيضا تقريبا بالحلقة الماضية هذول ضايفينهم فرودريغو للأسف ما قدرت أتعاقد معه اللونين رح جرب أني أتعاقد معه نعمل اتصال للشراء شوفوا هذا اللعب خارج النادي حاليا على سبيل إعارة لن يكون متوفر لعيب مفاوضات انتقال يا الله في كتير لعيبة ما قدر أتفاوض معه كوناتي طيب كوناتي مدافع ليبزيتش الناس اقترحتوا علي أنه لعب ممتاز وبنفس الوقت هو في فيفا بالألتمت تيم إلا بطاقة رهيبة فخلينا نتفاوض معهم طيب ها قدم لهم عشرة مليون ظن مناسبة صح يلا يا رب يهو مشكلة والله لكن بنادر نتعاقد معه لا لأنه لسه أول موسم إلهم عن نادي طيب ريناتو سانشيز يا الله هاي مشكلة هاي يوسف عطال بقدر الحمد لله يعني وأخيرا لعب مؤول موسم إلهم عن نادي فعندي فكرة عن إيمة بالسوق فأهلا وسهلا بمدرب نيس وفهل ممكن أن يوافع أو لا يا الله هذا متنح هذا على المبلغ لطالبه خلاص يا أخي خلاص نزل شوي يعني أنا عم زود لك شوي أنت نزل شوي كمان يلا ستاشر مليون سنستغرق بعض الوقت في التفكير طيب فكر على راحتك بس إن شاء الله أنه يقبل بصراحة اللاعب ظهير يعني يعتبر جدا ممتاز طيب يا جماعة المدافع الثاني هو جو جوميز مدافع ليفربول الريتنج طبعه 81 وطاقاته جدا قرافية أنا عندي مشاكل كتير بالدفاع وبكل مراكز الصراحة في مشاكل فمشان هيك أكيد رح بيكون غالي تمام فرح قدم لهم هيك عرض مبدئي في إيمة آآ 18 مليون بظن ممكن يكون معقول ممكن يكون قليل لكن أنه يقبل وفوره ما بظن وطالب 34 مليون يورجن كلوب هشي هذا آخر عرض خلص قبل كان بها ما قبل على راحته قبل ليه خليه خد وقته كله بالتفكير أيب يا جماعة ضفنا بعض اللاعبين الجداد للقائمة في هذا ستارك مدافع نادي هرتا برلين آآ 190 سنتيمتر وطاقاته جيدة هو بالألتمتين يجربه قبل هيك كان جيد وبالتالي أكيد هون رح بيكون ممتاز وبنفس الوقت بيتطور يلا ها عشرة مليون والله قليلة صح والله قليلة والله قليلة والله إني عارفها فيو هرناندز اللاعب اللي بعده آآ تعاقده حديثا طيب فالبير دي طبعا راعب ريال مدريد يجا كتير ناس عم تطلب أنه نتعقد معه فرح نحاول نتفاقد مع ريال مدريد آآ مشان أنه نشتري اللاعب معهم هي عشرين مليون ثمان وثلاثين مليون طالب زيدان يا زيدان الطمع هذا والله مش حلو أوكي رح يوافق بستة وعشرين مليون آآ والله ما بعرف ليه خمسة وعشرين مليون وتسعمية هيك سنشوف إذا رح يوافق أو لا أوكي هذا وافق بس آآ بدي يعرف قديش الريتنج عنده والله ما يعرفان خايف اتعقد معه بعدين يكون الريتنج عنده تعبان مثل أنت شايفين تمت الموافقة طيب على بينما هدول يردوا علينا عن مباراة ضد أتالنتا بالنص نهاية تبع البطول التحضيرية للموسم رح ضل على تشكيلتنا الحالية وخلينا ننطلق لسه المباراة بعد يومين أنا ليش نفكر أنه نحن بيوم المباراة طيب هل قبلوا؟ بالنسبة لي يوسف عالطال ما قبلوا العرض للأسف بالنسبة للباقيين فالبيردي طبعا كانوا موافقين لكن رح استنى الرد الباقي علي تمام لأنه كنت مقدم كمان عرض لتقريبا جو جوميز فقدم ليوم المباراة وخليني شوف فالبيردي نحن طبعا كنا مقدمين لو عرض بخمسة وعشرين مليون وعندك جو جوميز وعندك يوسف عالطال طيب خلينا نلقي الأذرة أنا ما لي محتاج زهير يمين عندي ريكاردو بيريرات ليش أم بتعاقب مع زهير يمين ما لي فهمان دور الفريق طالب دور حاسم بالفريق طيب أوك ما في أي مشاكل رح نعطيه دور حاسم أهم شي نتفع على الراتب تمام؟ مدة العقدة يلا خمس سنوات رح خليك عندي بالنادي لحد ما أنا أترك النادي تسعين ألف مكافأة توقيع دات مئة ألف حلوة حلوة بزن صح؟ أوكي هذا جيد عميلي سعيد بذلك تسعين ألف كتير يعتبر ولا لا؟ تسعين ألف ماشي جيدة واحد وثمانين الريتن عنده ممتاز إذا هيك؟ ممتاز هو قيمة بالسوء أكتر من اللي دفعناها عليه بصراحة فشي يعتبر رهيب وينو فالبيردي وصل؟ يا أهلا وسهلا شوف طاقته والله إذا طوره خلال لا لا مو حارس خلال نهاية الموسم بيكون شي خارق أنا هذا اللي شايفه تمام؟ خلينا ننزله مكان تليمانس وطاقته كله أخضر يعني وإذا طورته رح يصير خرافي جداً فبقيم هاي مبلغ يا ما أني اتعاقد مع مهاجم يا ما أتعاقد مع مدافع للأسف ما في ولا جناح بسعر رخيص وللآن للاحظت أنه ميزانية الانتقال عندي 21 مليون وجوغمز أصلاً مقدم له أنا عرض بإيمي أعلى من هيك فرح نعمل تفاوض ونقدم له مبلغ أقل على اللي موجود معنا يعني بصراحة تمام؟ حسناً لدينا اتفاق ممتاز والله كدت أنا لو كم معي ميزانين كدت رح أخذه بـ 24 مليون لكن وفق على مبلغ قليل وقدره 21 مليون لعب ممتاز وبيتطور بشكل سريع هذا اللي فهمته فخلينا نعمل تفاوض معه باسم الله رح ما نخلي له راتبه سبعة وستين ألف مكافأة توقيع يا حبيبي ميتين ألف وشين المشاركات هاي إن شاء الله أنه يوافق ليس ما كان يعملوه عمالي بالضبط لكنه يتطلع إلى الانضمام لناديك طيب حالياً ميزانيتنا كلها يعني انتسفت نصف ما أضل معي ميزانية لكن بنفس الوقت طورت فريق إلى درجة كبيرة جبنا شوي تلاعبين فطبعاً مثل ما أنتم شايفين في عندي هذا السي بي عمره عشرين سنين يمكن نحنا جبناه المرة الماضية لكن بنفس الوقت حالياً ما رح أتمد عليها أساسين جو جاميز رح بيكون لاعب خرافي جداً طاقته بتبشر بخير والريتنج عنده قديش بالضبط يمكن واحد وثمانية تقريباً ممتاز فطورنا وسط طورنا دفاع ويعني شايف إنه تشكيلة ممتازة فالفيردي متحمس له ورح حصير دربه لدرجة كبيرة الله بسم الله بنبدأ المباراة هلين نشوف الفريق بعض التطويرات كيف صار إن شاء الله أنه يكون ممتاز يلا يا السلام عليك مانتس روح فاردي روح فوردي الله 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 بيظل مهاجم ممتاز حتى وعن ضعف وضاقته رهيب هالفاردي رهيب يا سلام الله 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 والله ما في فريق رح يوقف بوجنا بهالصور هاي روح روح مديسون والله مديسون خرافي يا جماعة بتحس إنه فعلاً سريع هيك لدرجة فالفيردي أول هدف يو كانت قولوا للمدافع يو حلوي مدافعنا حلوي يلق جري هذا روح فاردي روح 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 دفاعهم بطيئ دول والله دفاعهم بطيئ فوردي يا السلام عليك يا السلام عليك هاتريك من فاردي حرفياً ما في غيره بالهجوم يا الله يا الله كيف دايماً بالرأسيات العيبتهم اللي ضد بيتفوقوا دايماً يو لا لا يا شباب يا شباب هو 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 والله دفاع دفاع غير طبيعي كان منه حلوين حلوين ما توقعت هالأداء الممتاز هاتريك من جيمي فاردي ما في غيره لأنه براح يسجل بصراحة فازا باير بأربع خمسة أربعة بركلها الترجيل حرام لو لعبنا ضد الفريق الثاني كان سهل دربوا يا حبيبي تدربوا يلا حمد أرب كمان ماديسون أنه يتطور شوي فخلينا نروح على يوم مباراة النهائي جاينا شي مساعد المدير اقتراحات لقد لاحظت اختيارك شارط القيادة نقصه سيمة القيادة آآآآ تمام أقترح أن تختار كاسبر شمايكل أنه مغيّرين القائد تمام تمام مين هحطينه قائد فاردي ما بيستهل قائد والله يعيب عليك والله يعيب عليك بس مشانك رح أعطي القائد للأشمايكل بصراحة يلا يا احبتي نحن جاهزين لمباراة النهائي المباراة صعبة جدا راح بتكون سلام يا سلام على السحبة يا فاردي الله مرة تانية والفيردي اه والله تقيل فالفيردي لسه تقيل يا ساتر يا ساتر يا ساتر والله بلعنا جول تاني الله عليك اقي والله حرام احملي بتاعد طيب بنص найдر تريد MON الله يستر الله لم يستر لان ما بدأتن تطلع مانطقة ما بدأتن تطلع يا جماعة السلكان هون نفسه تبع الالتيمات تيم لما بدأتن ها لمزارعم طلع معاين لي فوق طلع معاين سرايا سرايا بس جيت السلام عليك يا فاردي والله ممتاز ممتاز لا شعر 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 يا حرام ها انتهت المباراة صرنا ثلاثة واحد صراحة فريق اوي اوي جدا كمان بزيادة فرينا كان ضعيف ما بدي شوف تتويج ما بدي شوف شي فهاي الاحصائيات النهائية كممكن انه نسجل هدف تاني بس انه نتعادل كم صعب جدا بصراحة خلينا نشوف جوائز البطولة تهنين على الوصول الى النهائي فشي جيد صراحة انه وصلنا للنهائي هل اخدنا الشي زيادة يعني انه وصلنا للنهائي ما في غير معنى ثلاث ملايين حاليا عرض انتقال لللاعب نديدي بقيمة تسعة وثلاثين مليون والله شايفه حلو انا بصراحة تسعة وثلاثين مليون لنديدي والله ممتازة والريتنج تبعه اربعة وثمانين عمره صغير بس قيمة اعلى من هيك بكتير اللاعب بصراحة يعني اذا طلبنا منن رح عامل معنى تفاوض تمام يعني ممكن ان اجيب غيره بنديديك جدا تقيل بالملعب ما عاجبني فممكن اننا نطلب منهم مبلغ اعلى من هيك طيب اثنين وخمسين مليون رح انزل معنى للخمسين مليون بس اقل من هيك بصراحة ما رح ارضه على راحتكن خليك عندي بالنادي احسن مما اني فرض فيك بهيك مبلغ عرض انتقال للعب ايفانس ايوا هذا جيد العرض بصراحة اوكي وافقوا على عشر ملايين بصراحة اللعب عمر واحد وثلاثين سنة وانا ما لي محتاجه عندي قلب دفاع ونحنا جبنا جو جوميز فمنقله مع السلامة بمارتي عرض انتقال للاعب تشيلويل الظهير اليسار تابعنا خلينا نشوف شو العرض بالضبط اثنين وعشرين مليون اه بصراحة ما بعرف بس ما لي حابب باستغني عنه حاليا بحقامل رفض لسبب هو انه ما في صهير عوضه فيه حاليا يعني حتى مندي تابع ريال مدريد بيعتبر اول موسم لهم عريال مدريد فما بقدر اني اتعاقد معه طير طير شوف الخلفية واو تغيرت الخلفية واو ايها هاي هاي خلفية حلوة هيك ممتازة لا لا ترجعوني لهاي بس مشان التدريبات شوف ماديسون ارتفع عند الريتنج لثلاثة واثمانين شي جدا ممتاز اخيرا اخيرا اول مباراة بالدوري شفتها واخيرا يلا 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 يا حبيبي يلا بس يلا بس احضر مؤتمر صحفي المؤتمرات الصحفية قبل المباراة قبل عدة مباراة محددة سيستضيف النادي مؤتمر صحفيا واو 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 جدا حلو هذا جدا حلو طيب خلينا نعمل حضور للمؤتمر الصحفي يلا ها أنا المدير الفني عم بحضر المؤتمر الصحفي لأهنادينا خلينا نشوف ابدأوا بالعسئلة كيف يؤثر الموسم التحضيري على التشكيلة قبل المباراة التنفسية نحن واثقون في الفريق لدينا الكثير من الكفاءات ادعم التشكيلة بس خلي معنويات الفريق هيك بس ترتفع هل ضمان ما كان في بطولة يوفا يوفا يوروبا ليك في نهاية الموسم قبل قابل للتحقيق يعني انه نضمن تأهل للدوري الأوروبي ف ممكن نقول نحن نه والتهديد للفرق الأخرى التأهل إنجاز ضروري فهذا شي حلو رح نحاول لأننا نتأهل اليوروبا ليك ونطمح لشي أحسن هل تم استبدال بالفعل بالليستر هل تتقدون أنا بستطاعت ما بعرف شمي ملأ الفراغ بالتشكيلة هذه فرصة اللي يصبح أسطور لديه المؤهلات المطلوبة تمام دعم يلا دعم لللاعب أيوة خلي اللعب ينبسط هيك على آخر شكرا على الحضور يا جماعة وخلص منكتفي بهالأسئلة هاي بسم الله الرحمن الرحيم أول مباراة لأنها ببطولة الدوري الإنجليزي متحمس جدا لأنه هو هدفنا الأول تمام فخلينا نبدأ ونقول بسم الله شوفوا المهارات يا سلام على المهارات ببطولة الدوري الإنجليزي يا سلام الله اللهم نرجع منتعادل أول هدف الدوري يا سلام الله 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 ظبطت ظبطت كفوا حلو حلو شوت أول رهيب رهيب أنك تأخر بهدف وترجع بهدفين بلفص الشوت فهذا يعتبر شي جدا ممتاز بصراحة فالأحصائيات وينا بالضبط هاي الأحصائيات من تزديتين حسن نسجل فأداءنا حلو لكن لازم نكمل على هاي الصورة يا سلام فاردي 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 أحسن فاردي البر ويطلعوا بهجمي عليك. يا السلام حلو حلو بداية ممتازة بداية ممتازة بالدوري وثلاث نقطة فعلا ممكن لحتاجها كتير بعدين. أحسن ما ناخد نقطة أحسن. طبعا الآن المؤتمر الصحفي للمباراة خلينا نجاوب على كل الأسئلة طبعا لو خسرت ما كنت رح روح مؤتمر صحفي بس يلا خلينا نشوف مناحنا يلاعبون مئة بالمئة من جهة دهم لا يزال هناك الكثير لفعله يمكننا تقديم المزيد. يلا يمكننا تقديم المزيد يلا بداية مثالية عم بدعم الفريق مشان اللعيبة شوي يتركز معي. طبعا فاجأة الجميع في الموسم بتحضيره ويدعو هنا قادر عم واصل تأداءه من خلال مباريات تنافسية هل هو نجم صاعد في لستر فلتكن تموحاضنة واقعية الأفضل لم يتيبهاد هكذا يولد الفائزون. يلا ها دعمه خليه مبسط هيك بس ان شاء الله انه يعني اذا انبسط يأدي معي بالمباراة طبعا الان انا معي مبلغ وخضر 22 مليون. بدي جناح جناح يمين او يسار بس جناح يكون ممتاز. ممكن لعبه على اليمين او اليسار لانه سريع ستينكز جيد بس بده تطوير لانه حاليا لحد الان لاعب جدا عادي تشلسي باول مباراة فازوا اكيد فازوا بنتيجة كمان فازوا 4-0 وما اطلقوا ولا هدف فمباراة صعبية الله يسترح بتكون المباراة طبعا هي ببداية الحلقة الجاية لا تنسوا تكتبوا لي اقتراحاتكم تحت بالتعليقات عم حاول ان يرى كل التعليقات وشكرا للكم عن تعليقاتكم الحلوة وعلى تفاعلكم بالحلقة الاولى وبتمنى التفاعل يستمر بهاي الحلقة وانجيب يعني هيك لايكات عليه ومشاهدات تسطورية فهنشر المقطع بكل مكان هيك من ندرقوني طبعا انه وصلنا للنهاية لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة ازا ما اشتركوا تتابعوني انا الانستجرام الرابط بالدسكريبشن فبس ادريكا عندي اليوم بامان الله موسيقى